للحديث إذن عن استمرار تفشي الإصابة بفيروس كورونا في العراق مع تخبط وازدواجية التعامل من الحكومة مع هذا الوباء معنا هاتفيا أمين سر مجلسيوخ عشاء الثورة العراقية شيخ يحياء السمول مرحبا بكم إذن مع استمرار تزايد تفشي فيروس كورونا في العراق وتصاعد أعداد الإصابات كيف تقيمون الأداء أو الإجراءات التي تتخذها الحكومة في مواجهة هذا الوباء أحييك وأحيي مشاهدي قناة الرافدين أخي الكريم الحكومة العراقية أو السلطات الصحية العراقية تعتمد في كل عملياتها ومنذ 16 عاما على المنظمات العالمية التي تأتي بالمساعدات سواء من الأدوية أو في القيام بمستشفيات ميدانية مثل المستشفى الأردني أو مستشفى الشيخ زايد دون أن تقدم هذه الحكومة أية بناية لمستشفى حديث طوال 17 عاما وعندما جاءت هذه الجائحة لتكتسح العراق مثل ما انتشرت في العالم فهي تواجه هذه الجائحة بمنشآت صحية متهالكة إضافة إلى وجود مخيمات بالنازحين لا يوجد فيها أدنى مستوى من العناية الصحية فلا وجود للمستوصفات الحكومية ولا وجود للجان الصحية سوى اللجان الصحية التي تأتي من منظمات إنسانية سواء محلية أو عالمية أو من جهات تابعة للأمم المتحدة وهي بالقدر التي لا يسد نسبة 10% من كل معسكر لهؤلاء النازحين لذلك توفعات انتشار هذا المرض لعدى موجود جدية من قبل السلطات الصحية ولا من قبل الحكومة في انتشار هذا المرض ولكن المعول الذي يعتمد عليه الشعب العراقي هو النخبة المثقفة التي تحاول أن تمنع الكثير من الناس من النزول إلى الشارع وعدم الاختلاق وقت من هذا يؤدي إلى التضييق عليهم في أرزاقهم وفي عملهم في وقت في الحكومة تمارس كل أنواع التضييق عليهم ويستشري في مفاصلها الفساد الذي لا يهتم لما يحدث للشعب العراقي من مآشي وكوالي مفوضية حقوق الإنسان في العراق انتقدت ما وصفتها بازدواجية القرار بين بغداد والمحافظات مجالس المحافظات بشأن الاستجابة لمواجهة ويروس كورونا في العراق كيف تصفون هذه الازدواجية؟ أخي الكريم هذه الازدواجية هي الشماعة التي تريد أن تعلق عليها الحكومة المركزية فشلها فهي تعطي الصلاحيات لما يسمى اللجان الصحية في المحافظات وهذه اللجان لا تملك أي إمكانية في سبيل مواجهة هذه الجائحة فكل محافظة فيها أكثر من حشرة أقضية إضافة إلى مدن كبير في سواء مركز المحافظة أو مدن أخرى لذلك هذه الحكومة المركزية عندما تطلب من هذه اللجان في المحافظات بسبيل عندما يكون هناك أي خلل تقول بأن اللجن الفلانية في المحافظة هي من تتحمل تريد أن تلقي بالمسؤولية على هذه اللجان الفارعية التي غير قادرة على اتخاذ القرار ولم يحدث في تاريخها مثل هذه الجائحة وهم أغلبهم من الأطباء الجدد أو الإداريين الذين جاؤوا بموجب قرارات فسدية وميليشياوية وتقاعد الكثير من أولئك الذين كانوا لديهم الخبرات في مواجهة هذه الأوبئة والجائحة أو ما يسمى هذه الفيروسات الجديدة التي تشتاح المنطقة ولكن حتى الآن الشيخ يحيى الحكومة مصممة على فتح الحدود أو المعابر مع إيران على رغم من علمها أنها بؤرة لهذا الوباء في الإقليم أو في المنطقة لماذا هذا الإصرار والإصابات تزداد خصوصا في المناطق الشعبية المكتظة بسكان كمدينة الصدر وغيرها أكل عزيز بالنسبة للمناطق الحدودية مع إيران لم تغلق إلا بشكل إعلامي وبشكل جزء وهو أساس البلاء عندما هذه الجائحة جاءتنا من إيران من خلال هذه الأعداد التي كانت تذهب إلى إيران أو الإيرانيين الذين دخلوا في هذه السيارات السابقة إلى الإيران وإيران هي من تملك القرار في فتح الحدود ولا تملكها الحكومة العراقية وعملية إغلاقها يؤثر بشكل اقتصاد على إيران لذلك إيران هي من تطلب من تابعيها في الحكومة العراقية وهي بأكملها ترتهن لقراراتها في فتح هذه السجود من أجل تمشية مصالح إيران على حساب الشعب العراقي وما يجري عليه من هذه الأمراض إضافة إلى ما جرت عليه من مآتف هذه الحكومات المتعافلة الخاضعة على إيران شكرا جزيلا لك